15 قرار لوزير التربية والتعليم النهاردة بشأن امتحانات السنوية العامة مشاهدين أهلا بكم من جديد أعلن الدكتور طارق شوئي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 15 قرار جديد يخص امتحانات السنوية العامة 2020 وأشار في مؤتمر الصحفي اللي عقد اليوم إلى أن امتحانات السنوية العامة سوف تبدأ يوم 21.06.2020 وتنتهي يوم 21.07.2020 ومن أبرز قرارات وزير التربية والتعليم بخصوص امتحانات السنوية العامة اليوم ما يلي توفير منصة لبس مراجعات ليلة الامتحال لطلاب السنوية العامة إلغاء المواد غير المضافة للمجموع من جدول السنوية العامة واستبدالها بامتحانات منزلية ممنوع دخول اللجنة بأربع أشياء وهي الأجهزة الإلكترونية والهاتف المحمول والكتب والسماعات توفير 7 مليون جوانتي للمعلمين والمقدرين لامتحانات السنوية العامة 2020 امتحن وانت مطمئن إحنا بنحمي ولدنا وبنحمي بلدنا منع التجمعات سواء للطلاب أو الأهالي أمام اللجان عقب انتهاء الامتحان أي طالب ترتفع درجة حرارته سيتم نقله بالإسعاف أي طالب موجود في منطقة يوجد بها حجر صحي سيمنع من دخول الامتحانات ويدخل الدور الثاني كل لجنة سوف يكون فيها مسؤول صحي تابع لوزارة الصحة من يسمح له خوط الدور الثاني ورسب في بعض المواد سيدخل دور آخر ولكن هذا الدور سوف يكون لمن طبق عليه الأسباب القهرية تعقيم أوراق الامتحانات والصنضيق بالتعاون مع وزارة الدخلية يوجد لجان على مستوى المحافظات تقوم بمتابعة الامتحانات عدد اللجان حوالي 56600 لجنة بالإضافة إلى أن عدد الطلاب 653 ألف ومعهم أعداد كبيرة من المشرفين بالإضافة إلى الكنترول والتقدير تعقيم اللجان الثانوية العامة سيكون أقوى تعقيم على مستوى جمهورية مصر العربية توفير 33 مليون كمامة وغطاء أحزية و 17 ألف كاشف حراري كانت هذه قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات السنوية العامة اليوم في النهاية عزيزي المشاهد لو عجبك الفيديو اضغط لايك لو كنت بشاهدنا الأول مرة اشترك في قناتنا وفعل رمز الجرس ليصلك إشعار بكل أخبارنا الجديدة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة